أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من حلقات منهج الكونيكت فايف والنهاردة معدنا مع التست الأول على يونيت 1 النهاردة هنحل مع بعض مراجعة الشاطر طبعاً عارفين إن الشاطر بينزل كتب ومراجعات كل سنة ممتازة جداً فالنهاردة هناخد أول تست الشاطر منزله في اليوم الأول على يونيت 1 بيورينا شكل الامتحان أو شكل تقريب للامتحان هيبقى عامل إزاي؟ أول حاجة عندنا في الامتحان دايماً بتكون الليسنينج سؤال الليسنينج أو سؤال الاستماع أوكي؟ طيب سؤال الليسنينج أو الاستماع بيعتمد على إن أنا هسمع نص وبعد ما أسمع النص هحل الأسئلة الخاصة بالنص ده تمام؟ يعني عندي إيه؟ بيقول لي أول نموذج أو أول سؤال listen and write يعني إيه؟ يعني اسمع ويكتب اكتب إيه بقى؟ true or false اكتب true حرف تي لو كان الكلام صحيح وي false حرف ال F لو كان الكلام خطأ هنوضح أكتر يبقى write true or false أنا هسمع الليسنينج وبعد ما هسمع الليسنينج هلاقي عندي أسئلة الأسئلة دي هبدأ أحلها بناء على الليسنينج اللي أنا سمعته طيب هنا بالنسبة لمراجعة الشاطر بيقول لي نصوص الاستماع بنهاية المراجعة يعني بعد ما يخلص مراجعة خالص هينزل لنا نصوص الاستماع فإحنا اللي عملناه إننا عملنا إحنا نصوص الاستماع نحل من خلالها الأسئلة علشان نعرف قدرتنا على حل الأسئلة دي هتبقى عاملة إزاي؟ يعني مثلا أنا جبت نص استماع وعندي الأسئلة أول حاجة هقرأ الأسئلة كويس علشان لما أجي أسمع أعرف أركز على إيه؟ فبيقول لي هنا أول سؤال يعني إيه؟ يعني عمي عنده هاز يعني عنده a farm in أسوان عنده مزرعة في أسوان من خلال الليسنينج هعرف true or false تاني سؤال أنا بزور عمي في فصل الصمر اللي هو فصل الصيف السؤال الثالث عمي عنده هاز يعني يملك chickens عنده فراخ and he collects وهو بيجمع fresh eggs بيجمع fresh eggs يعني البيت الطازج يعني everyday كل يوم السؤال الرابع والأخير he sometimes هو أحيانا sells the eggs بيبيع البيت ده at the market في السوق فالمطلوب مني إن أنا أقرأ نص الاستماع واعرف الأسئلة اللي أنا قريتها دي هل هي صحيحة true ولا false خاطئة إيه منها الصح وإيه منها الغلط أول حاجة بيقول لي my uncle has a farm in Minya my uncle has a farm in Minya ok I visit him in the summer I visit him in the summer in his farm there are chickens في مزرعة في إيه في chickens فراخ everyday كل يوم he collects their fresh eggs هو بيجمع البيت بتاعهم he sometimes هو أحيانا sells the eggs بيبيع البيت ده at the market يبقى من خلال الليسنينج ومن خلال الأسئلة اللي إحنا قريناها قبل الليسنينج هنقدر دلوقتي نحل الأسئلة بمنتهى السهولة وأول سؤال معانا بيقول لي هل المزرعة اللي كانت عند عمي دي كانت في أسوان طبعا لأ الإجابة إنها كانت في المنيا فمعنى كده إن الإجابة دي نكتب عليها إيه نكتب عليها هنكتب حرف اللي هو إيه اللي هو بعد كده بيقول لي أنا بزور عمي في فصل الصيف وفعلا في كان بيزور في فصل الصيف فهعمل إيه هعمل حرف الت طيب بعد كده بيقول لي قال لنا برضه في نص الاستماع إنه عمه معاه فراخ أو عنده فراخ في المزرعة دي وهو بيعمل إيه بيجمع الإجز أو البيض بتاع الفراخ ده كل إيه كل يوم فهنعمل إيه هنعمل حرف الت يا شاطرين اللي هو السؤال الأخير بيقول هو أحيانا أحيانا بيبيع البيض ده في الماركت والإجابة طبعا إيه الإجابة يبقى كده عندنا أول واحدة غلط لإني المزرعة في المينيا مش في أسوان وباقي الإجابات صح ده بالنسبة لسؤال الليسنينج الأولاني طيب عندي سؤال تاني للليسنينج ولكن كومبليت أكمل بيقول لي لسن يعني استمع وأكمل برضو هنسمع النص ولكن الأول هنقرأ الأسئلة بيقول لي إيه في الأسئلة بيقول لي هالا يعني هالا بتاكل نقط هنا عايز الإجابة من نص الاستماع بعد كده بيقول لي هالا's favorite healthy food is طعام هالا الصحي بيكون إيه space and meat حاجة وإيه ولحمة بعد كده نمبر ثري منا thanks يعني منا تعتقد chocolate is منا تعتقد إن التشوكلت إيه يا ترى برضو هنشوف نص الاستماع نمبر فور هالا has a mango space in the garden هالا has a mango space in the garden طيب نشوف مع بعض نص الاستماع بيقول لي إيه هالا is eating fish هالا is eating fish her favorite healthy food is fish and meat fish and meat she has a mango tree in the garden أوكي her friend منا thinks that chocolate is unhealthy أوكي طيب كده نص الاستماع انتهى وهنبدأ نجاوب على الأسئلة أول سؤال هالا is eating هالا بتاكل إيه قال لنا في النص هالا is eating fish يبقى هنكتب له ايه هنكتب له fish اللي هو إيه اللي هو السمك بعد كده هالا هالا's favorite healthy food is space and meat قال لنا ايه قال لنا هالا's favorite healthy food is fish and meat يبقى هنكتب fish مرة تانية سهلة جدا طيب بعد كده منا thanks صديقتها منا بتعتقد ايه بقى chocolate is unhealthy unhealthy يعني غير صحي فهكتب له unhealthy يا حلوين unhealthy يعني غير صحي وهعمل له false top واخيرا هالا has هالا عندها ايه among space in the garden among tree among tree كلمة tree سهلة جدا t-r-e يبقى هالا has among tree in here garden او in the garden وكده نكون انت هنا من اسئلة listening السؤال اللي بعد كده بيقول read and match a with b يعني ايه اقرأ ووصل a مع b عندي في a عندي number one a giant is العملاق بيكون العملاق بيكون ايه العملاق بيكون من خلال الموجود النحية التانية او انسب حاجة لها a very very big person a very very big person يعني شخص ضخم جدا جدا ممكن اوصل وممكن بدل التوصيلة اكتب number one اصادها فهعمل ايه اسهل لي من التوصيل والشخبطة هعمل number one اصادها يبقى بعد كده الولد وقع او سقط ايه بقى الاجابة بتاعتها او انسب اجابة لها الاجابة برافو on the ground يعني على الارض سقط افين على الارض اوكي يبقى هنا هعمل number ايه هعمل number two اصاد letter if number three بيقول a castle واشنة قلنا ال castle دي هي القلعة a castle ما لها بقى is a very large building a very large building يعني مبنى كبير جدا اوكي هنعمل اصاد هنمبر ثري هيا نخبز نخبز ايه بقى برافو هتاخد ايه هتاخد letter دي والاخيرة what's your يا ترى is a small building ولا favorite food طبعا الاجابة الصحيحة هي ايه هي برافو number five اللي هي favorite food اللي هو الطعام المفضل طيب بعد كده هنروح للجزء التاني من ال reading او الجزء التاني من الاسئلة وهو السؤال الخاص ب reading اوكي بيقول لي ايه reading reading بيقول لي read the text اقرأ النص and answer the questions واجب على الاسئلة النص بيتكلم عن food chain food chain اخدناها قبل كده اللي هي السلسلة الغذائية فبيقول لي ايه بيقول لي it's important يعني انه مهم to study انك تعرف the food chain it shows it shows يعني هي توضح او بتورينا how plants and animals get their energy كيف يعني السلسلة الغذائية دي بتورينا كيف تحصل النباتات و الانمالز الحيونات على الانرجي اللي هي الطاقة at the start of the chain يعني في بداية السلسلة دي we can see plants احنا بنشوف النباتات على قمة السلسلة او في بدايتها plants and trees are called producers يعني النباتات والاشجار are called يسموا او احنا بنسميهم producers كلمة producers يعني منتجين منتجين للطاقة animals are called consumers الانمالز او الحيونات بنسميهم consumers او ايه او مستهلكين insects and some animals الانسكت اللي هي الحشرات and some animals وبعض الحيونات eat plants eat plants بتاكل ايه بتاكل الplants او النباتات so they are called علشان كده بنسميهم primary consumers primary consumers مستهلك اولي مستهلك اولي secondary consumers المستهلك الثانوي are animals حيونات مالها بقى which eat اللي بتاكل او اللي بتتغزى على insects and small animals بتتغزى على الحشرات وبتتغزى على الحيونات الصغيرة ندخل بقى على المرحلة التالتة اللي هي tertiary consumers tertiary consumer اللي هو المستهلك الثلاثي are animals اللي هي حيوانات that eat that eat بتاكل larger animals بتاكل حيوانات اكبر يبقى كده عندنا producers اللي هي plants او النباتات we primary consumer we secondary consumer we tertiary consumer او المستهلك الثالث هنلاقي على reading او الفقرة دي هنلاقي اسئلة النوع الاول من الاسئلة بيبقى اسئلة choose اسئلة اختياري والاجابات كلها سواء اختياري او النوع التاني من الاسئلة اللي هو الاسئلة المقالية بتبقى الاجابة من خلال النص اللي هو نص الريدنج طيب بيقول لي choose the correct answer اقرأ او اختار الاجابة الصحيحة from a b c or d اختار الاجابة الصحيحة بيقول لي number one plants النباتات and trees والاشجار are cold النباتات والاشجار بنقول عليهم ايه animals حيوانات ولا insects حشرات ولا producers منتجين ولا consumers مستهلكين احنا لسه قايلين ان plants are cold producers احنا قلنا كل الاجابات هتبقى من خلال الريدنج يبقى بنسميهم ايه بنسميهم producers فهعمل ايه هختار كلمة producers وممكن اكتبها عادي جدا تمام طيب number two space consumers eat large animals انهي نوع من انواع consumers المستهلكين اللي بياكل large animals الحيوانات الكبيرة اهو لو جينا هنا بصينا على السطر الاخير هنلاقي territory consumers المستهلك الثلاثي are animals حيوانات that eat larger animals يبقى هنعمل ايه يبقى هنختار letter a اللي هو territory consumers بعد كده هنروح للسؤال التاني واللي هو هنكتب فيه اجابة طويلة شوية ولكن الاجابة هتكون برضو من خلال نص ال reading او نص القراءة بيقول لي answer the following questions اجب على الاسئلة التالية ايه الاسئلة بقى طبعا لازم اكون عارف علامات الاستفهام ومعاني علامات الاستفهام دي يعني عندي what اداة تستفهام معناها ما او ماذا وبتسأل عن الشي بيقول لي what does the food chain show ماذا توضح سلسلة الغذاء او السلسلة الغذائية دي بتورينا ايه هنروح للريدنج وناخد الريدنج سطر سطر علشان ايه علشان نعرف الاجابة طبعا it's important to study the food chain ماشي it shows it دي عيدة على الفود تشين على السلسلة الغذائية it shows how plants and animals get their energy يبقى هي دي الاجابة هي دي ايه الاجابة اقول له it shows it ايه it shows how plants and animals get get ممكن اكتب هنا عادي get their energy اوكي طيب بعد كده بيقول لي ايه give two examples give two examples يعني ادي مثالين of consumers ادي مثالين على ال consumers احنا قلنا ال consumers اللي هما المستهلكين فاحنا عندنا consumer اولي و consumer ثانوي و consumer ايه ثلاثي فاحنا نقول ايه بقى احنا ممكن نقول ال insects بيقول لي ال insects ما لها ال insects ما لها primary consumer طب وعندي برضو ال animals تعتبر consumer فهو عايز مثالين هقول له insects insects اللي هي الحشرات and animals insects and ايه animals الحيوانات والحشرات دول عبارة عن consumers او مستهلكين وكده يا حلوين نكون حلينا سؤال reading بمنتهى السهولة السؤال اللي بعد كده هو سؤال ايه هو سؤال reorder سؤال قعد ترتيب الكلمات علشان تكون جملة صحيحة السؤال ده مهم جدا جدا ان انا اكون عارف الجملة الصحيحة او اساسيات تكوين الجملة سواء كانت الجملة جملة عادية خبرية او جملة سؤال فتعالوا نشوف مع بعض هنا بيقول لي قعد ترتيب الكلمات لتكون جملة صحيحة عندي هنا about وبينوبلز وهو وصم وباينج فهو دي سؤال هو دي سؤال ولكن سؤال في صيغة suggestion سؤال في صيغة اقتراح فهقول ايه how about فاكرين لما كنا بناخد how about what about ماذا عن او ماذا بشأن فهقول ايه how about ماذا عن وبيجي بعدها الفيرب مضاف له i ing فهقول how about buying وبعدين some ايه some pineapples some pineapples يعني ايه يعني ايه رأيك نشتري some pineapples بعد الاناناس السؤال اللي بعد كده او الجملة اللي بعد كده عندي please we would we oranges we I we some we like فهقول ايه هقول هنا اللي ابدأ بI فهقول ايه I what I would like I would I would like some oranges وناخدكوما كده واكتبلو ايه please I would like some oranges please كده نكون حلينا اول سؤالين من اسئلة ايه من اسئلة الري اوردر طيب نروح علشان نكمل الري اوردر او الترسيب بيقول لي ايه هنا بيقول لي you story did the like اوكي طيب ايه المطلوب المطلوب ان انا اكون سؤال بيهل اكون سؤال بهل فهقول ايه اول حاجة هقول سواني كده نزبط الكاميرا نقول did did you هل انت like the story يعني ايه هل احببت القصة did you like the story يعني هل احببت القصة بعد كده عندي kitchen kitchen a cake let's the bake in اكي عايز اقول يلا علشان نعمل كيكة في المطلوب فنقول ايه نقول نقول let's bake a cake فين بقى in the kitchen let's bake a cake in the kitchen والسؤال البعد كده سؤال punctuation او علامات الترقيم سؤال علامات الترقيم سهل جدا ممكن يكون اربع حاجات عايزها مني او ممكن يكون حاجتين فانا هبص هنا هقول ايه هقول ان الحرف الاول هعمله ايه هعمله capital بيقول لي my friend grows chickpeas يعني ايه يعني صديقي بيزرع chickpeas واحنا قلنا chickpeas اللي هو ايه اللي هو الحمص فهعمل ايه هعمل ال m طبعا اول حاجة اكي وfriend ما فيهاش حاجة grows ما فيهاش حاجة و chickpeas ما فيهاش حاجة والجملة خبرية فهعمله ايه هعمله false top بعد كده الجملة التانية do farmers grow legumes in Egypt هعمل ايه دو معمولة عادي ممكن اعملها تاني وبعد كده كلمة ايه كلمة Egypt اللي هي مصر وبعدين question mark لاني هنا السؤال بادئ بدون اوكي طبعا بعد كده بيقول لي write a paragraph of forty طبعا سؤال براغراف ده بيبقى السؤال الاخير write a paragraph of forty كام words من اربعين كلمة using the following guiding elements باستخدام العناصر الاسترشادية التالية هي ايه بقى العناصر او هو العنوان اصلا بيتكلم عن ايه العنوان بيتكلم عن the food chain طبعا food chain لسه متكلمين عنها حالا في اللي هي ايه اللي هي السلسلة الغذائية السلسلة الغذائية طيب why is it important ليه هي مهمة تاني حاجة how do producers and consumers get energy ازاي الproducers والconsumers اللي هما الproducers المنتجين والconsumers المستهلكين بيحصلوا على الانرجي اللي هي ايه اللي هي الطاقة طب تعالوا نحل السؤال ده مع بعض هنقول ايه هنقول the food chain is very important هقول له ايه the food chain is very important السلسلة الغذائية مهمة جدا يا سيدي طيب ليه بقى it shows it shows ايه how كيف ممكن اقول له animals and plants وممكن اقول له producers and how animals and plants النباتات والحيونات get energy get ايه كيف النباتات والحيونات يحصلوا على الطاقة اوكي هقول له طبعا plants النباتات and trees النباتات والايه والtrees are called are called ايه producers برافو are called producers طيب بعد كده اقول له اني الانسكس اللي هو ايه برافو اللي هو ايه الحشرات and animals ما لهم are called consumers are called consumers وتحديدا are called primary consumers primary معلش هو الموضوع محتاج مننا اننا نكون عارفين معلومات لانه موضوع دقيق شوية اوكي طيب secondary consumers اللي هو المستهلك الثانوي consumers ما لهم بقى برافو eats eat small animals المستهلك السنوي بيأكل الحيوانات الصغيرة طيب tertiary tertiary consumers ما لهم برافو eat larger animals بيأكلوا الحيوانات الاكبر تمام كده اهو ادي الايه البراغراف بابسط كمية معلومات هو عايزها نزبط كده علشان يبقى كل واضح الفود مالها very important مهمة جدا ليه بقى it shows how animals and plants get energy علشان بتوضح لنا ازاي النباتات والحيوانات بيحصلوا على الطاقة وده طبعا سؤال مهم جدا هو سأله في البراغراف ما نفعش نتغضى عنه او عنصر عايزني اتكلم عنه لان هنا بيقول لي how do producers and consumers get energy فلازم اكتب له ولكن هكتب بابسط ايه المعلومات وابسط الكلمات plants and trees are called producers طبعا طبعا النباتات والاشجار بنسميهم المنتجين insects and animals الحشرات والحيوانات وتحديدا ال small animals الحيوانات الصغيرة بنسميها primary consumers مستهلك اولي secondary consumers المستهلك الثانوي eat small animals بيأكل الحيوانات الصغيرة نجي بقى للمستهلك الثلاثي اللي هو tertiary consumers ما لهم بقى eat larger animals بيأكلوا الحيوانات الاكبر وكده نكون انتهينا من وانتهينا من حل اول من مراجعة الشاطر اتمنى انكم تتابعونا في باقي حلقات المراجعة سواء للصف الخامس او للصف السادس وباذن الله قريب جدا هنحل مراجعة المتميز اتمنى انكم تكون استفدتم ونتقابل في فيديو جديد مع السلامة